يا ترى وش اللي يصير في كواليس التحكيم هل سألت ليش صوبتك مرات ترفض ومرات تقبل ومرات تفوز ومرات تشوف صور دوم تفوز باستمرار حلقتنا اليوم عن هذا الموضوع حياكم معنا يا أهلا فيكم أخواني وخواتي المصورين أخوكم عبدالله المشيفري سفير سنيل التصوير وحلقتنا اليوم من برنامج فوتو تيبس ومن واقع التجربة الشخصية اللي كنت سعيد جدا أن يخوضها هي تحكيم عدد من المسابقات الفوتوغرافية اللي تنوعت ما بين المحلية والدولية وحتى على مستوى بعض الفرق والأندية تجربة تعلمت منها الكثير واضفت لي على المستوى الشخصي معرفة وخبرة من نوع خاص لأنها إجابت عن أسئلة كثيرة في بالي وهذه الأسئلة راح تكون نصايح وأرشادات لكم عشان تستفيدون منها كذلك ولكن في البداية خلينا نتعرف على أنواع المسابقات الفوتوغرافية واللي في الأساس هي نوعين تنقسم حسب مناظمية المسابقة ما بين جهات حكومية أو خاصة وما بين مؤسسات ومنظمات واتحادات التصوير بالنسبة للمسابقات اللي تم تنظيمها من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية هذه في الغالب تكون تبحث عن أعمال تستخدمها لصالحها الخاص باعتبار أنها عندها نقص في هذه الخامة من مرئيات تستخدمها في مطبوعاتها ومنشوراتها التسويقية وهنا بالعادة مثل هذه المسابقات تلجأ إما لبعض المراكز والأندية أو لبعض من المصورين المعروفين بالساحة عندهم من أجل تحكيم هذه المسابقة ولكن هناك سوناريهان ممكن يحصلون في مثل هذه المسابقات الأولى ممكن أن تسند كامل مهمة التحكيم للمحكمين بعد شرح نوعية الأعمال والمخرجات اللي يبحثون عنها فبالتالي نلاحظ أن نوعية النتائج تكون ممتازة ويتجيدة جدا في حين بعض الأحيان يكون دور الحكام دور صوري يقتصر فقط على فرز الأعمال بناء على نظرتهم الفنية وتسلم الأعمال إلى اللجنة المسابقة وهي من تقوم بتحديد الفائزين وليست بضرورة أن تكون تلك الأعمال مرشعة هي النهائية بل من الممكن أن تقوم الجهة المنظمة بتغيير النتائج واستبعاد بعض الأعمال وترشيح أعمال أخرى بدلا منها بناء على ما يتناسب مع مرياتها ومتطلباتها لخامة الأعمال اللي يبحثون عنها أما في المسابقات الفوتوغرافية التي تنظم من قبل الجهات المعنية بالتصوير فهناك عندنا مسابقات محلية ودولية ونبتدي في البداية في المسابقات العالمية خصوصا المرموقة منها وهي التي تبع معايير هامة في اختيار نوعية المحكمين خصوصا أن البعض منها عادة ما يبحث عن محكمين لهم باع طويل في التصوير وفي عالم الفنون البصرية والفنون التشكيلية وعندهم المهم بالمدارس الفنية والحس والتذوق الفني لمختلف الفنون وأقل مصور ممكن تكون مصيفة الفنية أو الاحترافية ليست أقل من عشر سنوات وبالغالب يكونون شخصيات بالنسبة لنا غير معروفين بوسطنا الفن العربي ولكن لهم شهرة وسمعة عالمية وهي من تبشحهم لتولي مثل هذه المهام واختيار مثل هؤلاء المحكمين الهدف منه أن تكون نوعية الأعمال المتبشحة للنهايات أو الفائزة تكون حققة معايير مختلفة أهمها الخروج عن المالوف لذلك أحيانا نشاهد فوز بعض الأعمال الغير معتاد مشاهدته في محيطنا العربي والأمر ذاته نجد أن تفوق المصور العربي في مثل هذه المسابقات محدود لأن الأسس هنا في الغالب تبحث عن فكر ومنهج وبعد فني معين بالأعمال التي تقبلها أو ترشحها للفوز وبالنسبة للمسابقات المحلية فدائرة المحكمين فيها عادة تكون دائرة مغلقة أي عادة ما يتم تدوير ذات المحكمين باستمرار بمعبم المسابقات الأمر الذي ينتج عنه تشابه ذات النتائج والأعمال المقبولة كون أن المحكمين أصبح ذوقهم ولونهم معتاد في اختيارهم لذات الأعمال بالإضافة إلى تأثرهم المباشر بالبيئة المحيطة أي على سبيل المثال إذا كان مود الحكام نوعا ما يميل الاختيار والصور القريبة من حياة الناس أو التوثيقية فعليك أن تكون متسابق أن تقدم أعمالك في ذات السياق حتى تزيد من فرصة حصولك على القبول أو الفوز وفي كل الأحوال ما يمنع أنك تنوع في نوعية الأعمال التي ترفعها للمشاركة ما بين صور فنية بحتة وما بين الصور ذات المنظور والمفهوم الإنساني والآن سنتحدث عن كواليس التحكيم فبعد اختيار المحكمة من قبل لجنة المسابقة يتم التواصل مع المحكمين قبل بدء التحكيم بأيام بسيطة واختارهم بشروط التحكيم وآلية التصويت على قبول الأعمال الفنية فعلى سبيل المثال إذا كانت المسابقة تنظم معرب مصاحب فمثل هذه المسابقة تكون فيها آلية التحكيم نوعا ما أسهل للحصول على نسبة قبولات للأعمال الفنية مقارنة إذا كانت فقط تبحث عن الأعمال الفائزة فتكون فقط الصور المقبولة هي المتمشحة للمرحلة النهائية سواء كانت للمراكز العشرة أو الثلاثة لكل محور حسب شروط المسابقة ودائما تكون هذه المسابقات هي الأصعب وهذا هو التفسير المنطقي لحصول البعض على قبولات في بعض المسابقات في حين البعض منها يكون الحصول على القبول بها ضرب من المستحيل وكذلك آلية التصويت على الصور وقت التحكيم تلعب دور كبير بترشيح عدد كبير من الأعمال للحصول على قبولات باعتبار بأن لكل مسابقة بروفة وشروطة ففي أحد المسابقات التي قمت بتحكيمها تم التوجيه لنا بأن أقل درجة نضعها لأي عمل ضعيف يجب أن لا يقل عن أربعة من عشرة وذلك لسببين الأول أعطاء أكبر فرصة للمصور للحصول على قبول أو الفوز ببعض الجوائز الشرفية في تلك المسابقة والثانية حتى لا يتم بخص جهد المصور وأعمال الفنية فأحيانا البعض يكون عند الحصول على قبول أهم من حصوله على الفوز خصوصا إذا كان مصور مبتدئ بمشواره الفني أما بخصوص نظام التصويت فهي بالغالب في معظم المسابقات الدولية تكون آلية أي أن كل الصور تعرف بشكل عشوائي بكل محور بدون معرفة الاسم أو الترتيب ويتم فقط منح النقاط لها على حسب شبوته المسابقة ممكن تكون أعلى درجة هي عشر دفجات لكل محكم وأقلها ممكن تكون خمسة والتحكيم ممكن يكون جماعي بحيث أنه تعرف الصور بذات الوقت ويتم تصويت عليها باستخدام أجهزة التصويت أو الريموت أو ممكن يكون فردي باعتبار أن المحكم ممكن يدخل إلى نظام التحكيم ويضع درجاته لكل صورة حسب ما يرى طبعا هذا النظام هو الأفضل والأكثر شفافية في حين أن المسابقات التي لا تمتلك مثل هذه الأمكانيات ما عادة ما يتم عرب الصور مباشرة ما ملجن التحكيم ويتم التحكيم فيها بطريقة التحاول والتناخش إذا كانت تستاهل الترشح أو القبول صاحب صوت الخبرة أو الصوت الأقوى أحيانا هو من تمشي كلمته خصوصا إذا كانوا بقية المحكمين يفتقرون للمهارة والخبرة للتعامل مع هذه المواقف ومع ما تم ذكره عرفنا لماذا أحيانا أعمالك تحصل على قبول وأحيانا لا ولكن يبقى السؤالان اللهم لماذا نرى بعض الصور تفوز باستمرار وكيف لي كمصور أن أفوز وأحقق الفوز بتلك المسابقات من خلال تجربتي ومشاهدتي لمعظم الأعمال الفنية التي تشارك عادة ما تكون الأعمال المعتادة معتادة الفوز هي الأفضل لأنها تحقق عناصف الفوز اللي هي الإجابة عن التسال الثالي وهو كيف ضمان الفوز معظم هذه الأعمال الفائزة تتسم بثلاث نقاط بايسية أولها تميزها كافكار وخروجها عن المألوف ثانيها جودة المعالجة حتى إن كان فيها تلاعب رقمي نراها متوازنة ومتقنة للغاية ثلاثة نرا في مثل تلك الأعمال شخصية المصور أي أنه عند الاستعداد ليفرق ذوقها على المحكمين فهو ما يقدم عمل عادي بشكله بل يبحث عن منفور وفكر وموت فني يسعى من خلاله أن ينافس البقية بحقية فرض جماليات أعماله أمام تلك الأعمال الفائزة متى ممتلكت هذه العناصر بعملك الفني بلا شك سيكون لك مكان بين الفائزين وهذا هو السبع الحقيقي للفوز وبكذا نقول لكم شكرا على حسن المتابعة ووصلنا لها هاية الحلقة أخوكم عبدالله المشيفري وكالعادة نطمع بكرمكم ودعمكم لاستمرار البرنامج لايك ومن شير لتعمل فائدة الأكبر شريحة على المصورين تحياتي لكم مع كل الودة والتقدير ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة بالأسبوع القادم